هنا بلا شك في حقل الضرة هذا تم استخدام مبيدات العشاب الحاوية على الغليفوسات هذه المادة المثيرة للجدل والمنتج من قبل شركة مونسانتو تغذي المواجهة في الاتحاد الأوروبي بين الصناعة الكيميائية والمزارعين من جهة وجماعة حماية البيئة والمستهلكين من جهة أخرى الفرق واضحاً الحقل الذي لم يراش بالغليفوسات الألوان فيه تتفجر باقتراب نهاية ترخيص بيعه في الاتحاد الأوروبي المفوضية الأوروبية اقترحت تمديد المدة لخمسة عشر عاماً مربي الماعز الألماني هذا كان ضحية استخدام هذه المبيدات بإمكانكم النظر حولنا هذا هو حقل يمتد على حوالي 17 هكتاراً إنه محاط بحقول الضرة المعالجة بالمبيدات مايكل روبين يربي الماعز لإنتاج اللحوم والحليب والجبن منذ 18 عاماً في أحد الأيام سحابة من الغليفوسات جلبت الرياح في اتجاه مزرعته ما أدى إلى هلاك 34 منها حدث ذلك قبل وقت قصير من حصادي السلجم في منطقتنا يتم رشو السلجم كثيراً تضرر الماعز لأنه في اللحظة التي كانوا يرشون فيها سلجم بمبيد الغليفوسات وجدوا أنفسهم وسط الضباب السام عضلاتهم تقلصت وأصبوا بالإسهال ثم سقطوا وماتوا في برلين لغليفوسات يقسم الأوساط السياسية أيضاً في العام 2015 الوكالة الدولية لأبحاث السرطان صنفت هذه المادة على أنها مصرطنة رأي يعارضه ممثل موتسانتو الشركة المنتجة لهذه المادة إنه توضيح على الحملة الكبيرة ضد الغليفوسات تقييم الهيئة الأوروبية لسلامة الأغذية إيجابية لذا لابد من تجديد ترخيص بيع الغليفوسات في الاتحاد الأوروبي أنا واثق من أن هذا سيحدث الآن لنتوجه إلى بافاريا الجنوبية التي يحكمها حزب الاتحاد الاجتماعي المسيحي هذه المبيدات لا تقتصر على الزراعة فقط إنها تستخدم في المساحات الخضراء العامة والحدائق الخاصة أيضا مادة الكليفوسات الموجودة في الرندوب تباع في كل مكان تقريبا ونستطيع شراءها بسهولة خمسة آلاف وخمسمائة طن من الكليفوسات تباع سنويا في ألمانيا كارل بارف من المعهد ميونيخ للبيئة يؤكد أن الجاعة الأكثر شعبية تحتوي على بعض من مبيدات الأعشاب لدي بعض الشكور أعتقد أن المفوذية الأوروبية قامت ببعض الترتيبات مع منتجي مبيدات الأعشاب من أجل المضي قدما في تجديد ترخيص بيع الكليفوسات المشكلة هي أن الدراسات التي يقدمها المنتجون للمؤسسات الأوروبية محمية لأنها تعد أسرارا تجارية إننا متهمون بعدم المصدقية ليس من جانب الذين يدقون ناقص الخطر بل من جانب الباحثين الذين يحصلون على أموال متجي هذه المواد في برلين توجهنا إلى المعهد الاتحاد الألماني لتقييم المخاطر إنه يمول من قبل الحكومة ويعمل باستقلال علمي بعد أن أصدر قرارا مؤيدا للكليفوسات المسؤولون فيه تلقوا تهديدات بالقتل الهيئة الأوروبية لسلامة الأغذية اعتمدت توصية المعهد الذي أوصى بعدم احتمال الإصابة بالسرطان بسبب استخدامه هذه دراسات على الكليفوسات في حليب الأم أو الجوع ليست علمية إنها لا تلبي معايير الموثوقية المطلوبة هذه الدراسات التي ربطت الكليفوسات بالتشوهات الجينية وغير ذريفة ليست علمية أيضا عند استخدام ماذا يجب أن يكون بشكل مناسب إذا شربت الشامبو الخاص بك ستشعر بالضيق العلماء الذين يعملون لهذا المعهد يتهمون معارضي الكليفوسات بعدم العلمية وفقا لهم يجب احتساء حوالي ألف لتر من الجوع في يوم واحد للوصول إلى الحد الأقصى لمعدل الكليفوسات المسموح به من قبل الهيئة هذا ليس صحيحاً المعهد لديه استراتيجية اتصالات خبيثة حجة الألف لتر هذه غير ممكنة لأنها تخلف جميع الأدلة العلمية التي تشير إلى أن مادة الكليفوسات يمكن أن تسبب السرطان واختلال القدرة الصماء لكننا نتحدث عن مادة قد تسبب السرطان قانون الاتحاد الأوروبي ينص على تخفيض المواد المسرطانة وأن خطر الإصابة بالسرطان هو أحد المعايير الثلاثة لفرض حضر على الموبيل في مواجهة هذا الجدل الدول الأعضاء أجلت لمرات عدة القرار الخاص بالكليفوسات بينما تتزايد حساسية الرأي العام بخصوص هذا الموضوع الساخن أتعمق في الموضوع ولد الشرور بأن الأمر لا يتعلق بالعلم فقط بل وبالسياسة أيضا لنتوجه إلى سياسيين هارالد ابنر عضو البرلمان الألماني هو أيضا يتهم المعهد الحكومي لتقييم المخاطر بغض النظر عن الدراسات الخاصة بخطر الإصابة بالسرطان في تقريره المعهد الاتحاد الألماني لتقييم المخاطر يؤكد أنه كان لابد من تقييم 1200 دراسة لكنه اعترف بأنه أخذ 850 دراسة فقط والتي كانت مطابقة لتقييمات منتج هذه المبيدات حاليا تمديد ترخيص استخدام الجليفوسات أمر غير مقبول حيث لا يزال هناك خطر الإصابة بالسرطان قمنا باستخدامي وتحليلي كل هذه الدراسات والمعلومات المقدمة لنا فحصنا جميع الأدلة والآن نعرف النتيجة مادة الجليفوسات غير مصرطنة في شمال ألمانيا أريان مربية كلاب سلوقية هي أيضا واجهت مشكلة هذه المبيدات جارها المزارع يستخدم هذه المادة أيضا كلبها يعاني من السرطان منذ 14 عاما حوالي 12 كلب من كلابها توفو بهذا المرض الوكالة الأوروبية للمواد الكيميائية لا تزال بحاجة لسنة أخرى لتقييم الجليفوسات هناك عشرة أمتار فقط بين مقره ومكان تواجد كلابي لا شك أن الرياح تحمل إلينا الجليفوسات لن نستطيع نفعل أي شيء إحدى الغدد الثادية تعرضت لعملية جراحية لكن الورما ظهر مجددا فالسرطان يتطور لكن الأمور ليست بهذه البساطة لأن معدلات الإصابة بالسرطان مرتفعة بين الكلاب الاسلوقية الفارسية مهما كانت بيئتهم مربية الكلاب هذه تقول منذ انتقالها هنا قبل 14 عاما توفي 12 واحدا منها بسبب هذا المرض حين يسير كل شيء بيقاع طبيعة والولادة والموت هذا جزء من الحياة الموت طبيعي بطريقة أو بأخرى لكن الوفيات المباكرة بسبب الجليفوسات لا لازلت تذكر كيف توفي كلبي بوشور كان ممددا أنفه مغطى باللعاب والدم الطبيب البيطاري أجرى له عملية إنعاش قلبي ورئوي نفخت في فمه حاول دون عاشه لكنه كان فرمق الأخير ومات أمره كان أقل من عامين لا يحق لهم قتلها بالسم هكذا انه يحق لهم جزء من عملية جزء من أخير من عملية ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة